اكيد واجهت مرة مشكلة ان الصوت في ديفينشي ريزولف يطلع من جهة وحده يا تسمعوا من اليمين او تسمعوا من اليسار كثير من الناس يظنون انه المشكلة في التسجيل او في السماعات لكن الحقيقة انه الحل بسيط جدا داخل البرنامج في هذا الفيديو راح اشرح لكم خطوة بخطوة كيف تخلص الصوت يشتغل من الجهتين علشان يطلع مشروعك او الفيديو اللي عم تشتغل عليه بافضل جودة صوت ممكنة حتى ما اطل عليكم يلا نشوف الفيديو بعد ما نفتح برنامج ديفينشي ريزولف وننزل عليه الملفات او الفيديو اللي عندنا لو جينا نشكل الصوت او الملف اللي عندنا في هذا الفيديو راح اشرح لكم خطوة بخطوة كيف تخلص الصوت يشتغل من الجهتين علشان يطلع مشروعك او الفيديو اللي عم تشتغل عليه بافضل جودة صوت ممكنة مثل ما شاهدت الصوت اللي عم نسمعه هو من جهة وحده فاحيانا انت تسمعه من جهة اليسار واحيانا انت تسمعه من جهة اليمين كيف نحل هذه المشكلة بحيث نخلص الصوت يكون متوازن ونقدر نسمعه من الجهتين الحل كثير سهل داخل برنامج ديفينشي ريزولف كل ما عليك انك تحدد الصوت والفيديو وتضغط كليك يمين ورح تروع الى خيار الكلبات تريبيوت رح تضغط عليه كليك رح يفتح لك حية الواجهة انت رح تنتقل من خيار الفيديو الى خيار الاوديو رح تشوف عندك الشانل عندك عبارة عن شانل واحدة نحنا بدنا الشانل تكون عبارة عن مسارين حتى احنا نقدر نسمع الصوت من الجهتين فرح نحول من مونو الى استيريو وبعدين رح تشوف انه في عندك فقط الليفت هي الشغل احنا رح نشغل ايضا الرايت فرح نضغط عليه كليك ورح نختار الشانل اللي عندنا ورح نضغط على اوكي بعده لو جينا نشغل في هذا الفيديو رح اشرح لكم خطوة بخطوة كيف تخلص الصوت يشتغل من الجهتين علشان يطلع مشروعك او الفيديو اللي عم تشتغل عليه بافضل جودة صوت ممكنة ومثل ما سمعته تم حل هذه المشكلة داخل برنامج ديفينشي ريزولف